النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده تكون بلا لكل حاجة عارفة الوصفة اللي هي تقول لك رد الحبيب وجلب المطلقة وتغير حياتك وتغير حماتك هو ده كده اللي احنا هنعمله النهاردة النهاردة يا امرات هنعمل مع بعض كريم اللي هو ايه مية في واحد حرفية عندك تجعيد عندك حب شباب عندك كلف عندك اسمرار عندك اثار قياطة عندك اثار جروح عندك اثار حرق لقدر الله اي حاجة هتروح بالكريم السحري اللي احنا هنعمله النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الحلوين اخباركم ايه? يا ربي دايما بخير وبصحة وهنا وسعيدة. النهاردة انا طالع عشان ابني كواعد المجد واعمل لكم كريم الدهب. لو رجعنا بالزاكيرة ورق كده مع بعض ارجع معي يا بنتي بس اوعيت واقع وانت بترجعي. كنت من سنتين عملت لكم حاجة كده كانت حصري اللي هو ما شاء الله كل ما هو وحصري ما بيطلعش الا من على وصفات رهيبة ولله الحمد منارة اليوتيوب زي ما انتم بتقولوا. عملنا ساعتها من سنتين زيت الدهب. وكانت بداية قصة زيت الدهب لو انت فكرة لما انا حكيت لك ان انا كان عندي حرق في ايدي. كميحتي اختي اللاعدة قدامك دي كل يوم والتاني حرق حرق لما بقيت سوابق. فكان ساعتها عندي حرق في ايدي. كنت عملت زبت احكي لك الحكاية. كنت عملت زبتة الشياب البطرمون صح على ايدي. ارجع لي الفيديو كده وتفرجي علي وانا بتحرق ايه غليه. المهم فجرحت ساعتها في مصر الجديدة. وكنت لقي عنده حاجة اسمها زيت الدهب. وكانت ازازة ننة كده صورتها لكم. وكلكم بقى عارفين الناس القديم عارفون القصة دي. كانت ازازة زيت الدهب ننة كده. وكانت بمتين جنيه. واللي هو لا ده انت استخدميها هتمحي الحرق تماما وهتشيل ايه و ايه و ايه و ايه و ايه. ايه ساعتها قولنا عليه. والاساسي فيها الزعفران وهم بيساموزة الدهب عشان الزعفران ده غري جدا وفيلم كده. تمام? وجد عملت الفيديو من سنتين. ما شاء الله اللهم بارك لو رجحت الفيديو هتلاقي تعليقات رهيبة. اللي تقول لك كان فيه خياطة و ايه اصارها راح. اللي كنت عاملة عملية و ايه اصارها راح. اتحرقت و اصارها راح و حاجة كده توحف. وانا حتى نوريتكو ساعتها عملي. لما كان في الفيديو ايدي محروقة. بعديها بالزبط ما كملتش اسبوع وكان اصار الحرق راحت تماما. وكان حرق مش هاين. ده كان بطرمان بلاستيك. بحط فيه زبدة الشياء وانا بصوره فراح ساح نزل على ايدي. فكان حرق اللي هو يعني ربنا ما يوري حد. خلي كده زيت او حاجة زبدة بتسيحيها على النار مولعة. في بطرمان بلاستيك. فالبلاستيك ساح كان فيلم كده حصل في ايدي. والحمد لله كان راح تمام. النهاردة بقى جاية عشان اعمل برضو اللي هو كريم الدهب. عشان ايدي اللي اتحرقت قريب دي طبعا زي ما انتم عارفين. وبردو علشان خاطر كل مشاكل بشرتك. لو انت والدة قيصاري وجرح الولادة معلم او حد من قريبك لقدر الله فيه خياطة في جسمه واثار الخياطة مضايقة اعملي معانا كريم الدهب. لو انت عندك تجعيد في وشك او وشك مسفر كده ومش ناضر ما في وش كده عارفة الوش المسفر ده. لأ ده انا عايزة وشك كده يكون في اشراكة اعملي معانا كريم الدهب. اه تجعيد مسام واسعة حب شباب كل مشاكل بشرتك حرفيا عشان بس ما تنفرهدش بعض بيحل لها اللي هو كريم الدهب ده. هنصلي عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى يا بنتي عن نبي في التعليقات علشان خاطر ربنا يرضى علينا ويكون ليك يصدقى جريه. تمام كده? تمام. اول مكون معانا في الوصفة ولو انت بقى بقولك عايزتي يعني ايه? عارفة اللي هو يلا نجيب من الاخر عشان منفرهدش بعض. اللي هو الديني اخر حاجة في اخر حاجة. هو ده حرفيا اللي هو الوحش في علاج كل حاجة ل مشاكل بشرتك. تمام كده? اول حاجة هنعوزها عشان نعمله اللي هو شوية من جل الصبور. تمام? عايزة شوية من جل الصبور. ده انا يراشا عندي صبار عادي اللي هو احنا بتاع الشجرة ده عملالك فيديو على القناة حشرحالك فيه سبع تورو ازا نحوله للصبار اللي هو الصناعي ده. تمام كده? لو انت عايزة فيديو ده افتي بيدي يا رشا بعاتي فيديو بتاعة تحويل الصبور. عامل فيديو هنا وروحت عملت فيديو هناك في قناة وصفة وتركيبة والجو ده. وللعلم على فكرة انا عامل برضو كريم دهب من سنة كده تقريبا هتلاقي الفيديو بتاعي هناك على قناة وصفة وتركيبة. المهم اللي ما اشتركش في وصفة وتركيبة ينورنا هناك واشترك هتلاقوا فيديوهات ليا وفيديوهات لبش مهندس سيف. طبعا دي كمية قليلة من الايه? من جل الصبار الشفاف. يعني هنا اهو في في حدود مسلا زي معلقة. تمام? فهاخد العلبة دي. تمام? اهو. احط ايه? معلقة كمان مسلا. اهو. فهو انت مش مطلوب منك لونين يعني مطلوب منك معلقتين من جل الصبار. بس انا عشان العلبة فاضية فانا هعمل فيها. اه وكم فيها يجي في حدود معلقة? فانا حطيت عليها معلقة تانية اهو. اهو تمام? هنقود حتى نحبة كمان اهو. اهو زي ما انت شايفة اهو. تمام كده? حلوة اهو. جل الصبار احتي بتستخدميلي يا رشا عشان يا نور عيني لو انت عايزة تستخدمي. الوصفة دي على بشرتك مسام واسعة. في تجعيد. في هلات. آآ في اصر حب شباب. في ندبات. في اي مشكلة. فيديك ترتيب. وفي نفس الوقت ده هيحتبر زي كده اللي معانا اللي احنا هنحمل عليه الوصفة. تمام? يبقى شوية من جل الصبار. هيجي للمكان والتاني المعجزة. عاوزة زيت من الزيوت اللي هي تحتبر رقم واحد في تجديد خلايا البشرة. دلوقتي لو انت عندك حرق او انت عندك خياطة او انا عندي كلف او انا عندي اسمرار. دي كده بالضبط زي كأنها خلايا ميتة في البشرة. انا عاوزة اجدد الخلايا دي عشان يعمل لي خلايا جديدة لبشرتي. مسام واسعة عندي هلات عندي عندي كل ده عايز اشيله. فعاوزة زيت من الزيوت رقم واحد في تجديد خلايا البشرة. وكنت كلمتك عنه قبل كده يا نور عيني وهو زيت السمسم. زيت السمسم من الزيوت الاساسية اللي بتجدد معانا البشرة. بلاس ان هو منجم كولاجين وحاجات كده امر قوي. فهاخد شوية كده. تمام? في حدود نص غطى او غطى من ايه? من زيت السمسم. اهو. تمام? شوية من زيت السمسم. عشان يجدد لي خلايا بشرة. طبعا بقى لو انت عاملة مسلا ممكن تجيب بطرمان زي كده تعمليه وتعينيه. فاهمة? كده. فلو انت لقى عاملة كمية صغيرة هتحط شوية صغيرين كده نص غطى زي ما انا حطيت. هنقلب الزيت في قلب الكريم. اللي هو يعني يا جل السبار ده. ونكمل وصفتنا. طب يا رشد انا مستخدمها عشان يا بنتي انا عندي كلف. هرقت من الولادة عندي كمية كلف. اه عندي حروق شمس. انا رجع من مصيف. ده انا عندي تصبغات كتيرة. عندي نمش عندك اي ما هو مشاكل وعايز لها تفتيح. فحضرتك هتحطي. يعني بص دي ربالك معي. لو انا مستخدمي لاثار حروق. او انا مستخدمي لخياطة. او مستخدمي لندبات. اللي هي الحاجات المشاكل العويصة دي. ممكن تحط المكون اللي انا هحطه دلوقتي. تمام? لا يا راشا ده انا هعملو عشان عندي كلف. ده انا هعملو عشان عندي نمش. هعملو عشان عندي هلات. هعملو عشان عندي تجعيد. اللي هو لب لب لاحة جدي. فحضرتك تحطيلي شوية من زيت الورد. وده زيت الورد كنت قلت لكم بجيبه سايب من عند العطار. كانت الاززة دي كلها بعشرة جنيه. فعايز اتجيبي سايب هاتي. عايز اتجيبيه شركة كده محترمة زي الكابتن برضو ما فيش مشكلة. هياخد شوية اهو. تمام? من زيت الورد. وليكن برضو نص غطى. اهو. امر زيت الورد ده بحب ريحته. تمام? آآ علشان خاطر يديني تفتيح لو انا بقى هستخدمه مسلا منطقة الاندر ار ما اي منطقة آآ بين الفخزين الكلام دوت. فيديني ترتيب حلو. ويديني تفتيح حلو. لان الزيت رقم واحد في التفتيح هو زيت الورد. لأ يا رشد انا عم استخدمها لخياطة ولخروقه وللجو ده خلاص مش لازم زيت الورد اكتفي بزيت السمسل. حلو كده بنقول الحاجة وبديلها هو. طيب. هييجي بعد كده عاوز اعمل حاجة ترتيب. عشان برضو اللي هو الجلد بتاعي آآ يعني اللي انا عايز ارطى بالجلد حتى لو عندك اثار حرقة او عندك مسلا مسام واسعة عندك تجاعد عندك حاجة في بشرتك انا عاوز حاجة برضو لزوم الترتيب. فهناخد بقى شوية مراضي من الايه? من الجلسرين. ده كان زيت الورد اهو بيبقى حتى ملمسه خفيف زي الزيت. اما الجلسرين فايه? اهو حتى لما فضيها تشوفي. يعني لو ملمسه نفس ملمس الجلسرين. اهو. بس اعمل زي جلكت. اهو. نص غطة من الجلسرين عشان لما تيجي تستخدميه على بشرتك يديك ترتيب كده وحاجة امر للبشر. لو ما عندكش الجلسرين برضو مش مشكلة. لان الجلسرين برضو هنا مش عامل اساسي. يعني العامل الاساسي في الوصفة اللي معي النهاردة هي زيت السمسم والمكون اللي جاي دلوقتي. اللي هم دول عارفة ايه? يعني هم دول المكونين الاساسيين. اللي انت ممكن اصلا تعمل الوصفة بيهم. تمام? لا يا رشد انا ما عنديش مكون ما فيش مشكلة. لا ده انا عاوز اعمل حاجة كده انا عايز اعمل حاجة كده تطلع ليه في الوحش? يبقى حضرتك هتحطي هتحطي زيت الورد وتحطي جلسرين زي ما انا حطيت. يجي بقى المكون اللي بعد كده اللي انا اصلا مش هينفع الوصفة من غيره. ولازم تجي بيه علشان خاطر دي يبقى فعلا اسمه كريم الدهب. الا وهو يا نور عيني الزعفران. والزعفران يا غالية بيبقى في علبة كده اهو. بالمنظر ده. تمام? علبة كده بتشتريها. اسمه زعفران اهو استني وليك العلبة عدل. اهو يا قلبي. بيبقى اسمه اهو. زعفران ازباني مش عارفة بان قدامكو. لا زعفران ازباني. العلبة دي بتبقى جرام. وقلت لك مش غالية. كنت انا عاملة الفيديو وكنت انا مشتريها. الكلام ده ساعتها من ايه? قتيت غالية بعد الوقت. انا كنت عاملة الفيديو من سنتين بتاع زيت الزهب. جيت ساعتها في الفيديو وقلت لك انا كنت مشتريها بعشر. جوهم ناس على القناة قالوا لي يا رشا على الفكرة احنا رحنا اشتريناها بسبعة جنيه. دخل الناس تانية قالوا يا رشا على فكرة احنا جبناها بخمسة. دخل الناس من اسكندرية قالوا دي احنا رحنا للاسمه سوبر ماركت عندكم اسمه فرج الله ده ولا فرج. لقيناها هناك بمية جنيه. كل التعليقات دي ارجعي زيت الزيت. آآ زيت الدهب. هتلاقي كل التعليقات دي موجودة تحتين. عشان كده ساعتها اطلحت لكم وقلت لكم اي حاجة اسألي في محل واتنين وتلاتة. وخصوصا الحاجات اللي بتتعامل فيها مع عطارين. انت متخيلة يعني ايه اجي انا اقول لك انا جايب العلبة دي بعشرة جنيه. تدخل واحدة تقول لك انا جبتها بخمسة. تدخل واحدة تقول لك انا لقيتها بمية. يعني انت متخيلة كمية الحاجات ان العطارين بيتحقوا عليك فيها عشان عارفين انك انت مش فاهمة فيها. فحضرتك انا جبتها بعشرة. من سنتين. فممكن دلوقتي بقت لها في ظن الغلاء ده بقت بخمستاشر صبحتاشر كده. بس مش هتوصل طبعا لعشرين يعني. مش هتزيد الضح في عمرها. تمام? ليه بنسمي زيت الدهب او ليه بنسمي كريم الدهب لان الزحفران بيتعامل معاملة الدهب. فاهمة? دهب اللي هو غالي جدا. لما اقول لك الجرام الواحد ده جرام ونص جرام الواحد بعشرة جنيه. دلوقتي مسلا تلاقيه بخمستاشر. فمعنى كده ان الكيلو برقم. فاهم علي? بلاس ان هو فوائده رهيبة جدا. فعشان كده بيقول لك هو زي الدهب. ياللي مش هعارف فوائد الزحفران للبشرة. الزحفران ده منجم كل حاجة. منجم مضادات اكسادة منجم كولاجين منجم فيتامينات معادن حاجات كده امر للبشرة. كل ما هو امر للبشرة وللجسم والكل حاجة اظن انتو مش مستنيه ان انا عود اكلمك عن فوائد الزحفران. زحفران للبشرة حاجات كده فوق الوصفة حرفية. عشان كده بقولك لو انت عايزة بشرتك تبقى نظرة. عايزة اشيل الكلف. واخلص من الاخر. يعني لو ايه? اللي هي زي ما قولت كده الوصفة النهاردة اللي اسمها ايه? يلا بينا نجيب من الاخر. حضرتك لازم تجيبي زحفران. العلبة دي هتكفيكي. يعني انا جبتها عملت بها زيت الدهب مرة وعملت بها زيت الدهب مرتين وعملت بها كريمة الدهب على قناة وصفة وتركيبة ومشاء الله لسه الجرام ونص موجودين. لان انا مش بستخدم منها كميات. ده حضرتك بص ايه? هوريكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الشوية دول. استنى يا عم انت. استنى حطوهم لك هنا. انا عاوزة شوية كده. استنى ناخد حبة كمان. عايزة حبة قدي دول كده مسلا وكده والله كتير كمان. يعني انا عايزة شوية كده قدي دول. ودول كمان كتير. دول كمان كتير. يعني ممكن تاخدي نص الكمية دي. وهنحطها هنا. فوايد رهيبة جدا جدا جدا. يعني يقولك انا عملة الوصفة النهاردة. لأ لان انا الفترة الاخيرة دي لما تعرضت للحرق فاللو بقى ايه? هصلح ما افسده الزمن يعني. فاللو انا عملة الوصفة دي لأ عشان انا محتاجاها قوي. تمام? تمام. هحطهم بقى هنا كده. تمام اهو. وهندي له التقليب. اهو كده. حضرتك ده بيتحط هنا وبيتساب. يعني ده بيتحط هنا كده. تمام? وهتلاقي مسلا بعد يومين كده لونه تغير حاجة بسيطة سيكة. تمام? وبيتساب على الحقيقة والمنظر دوت. مش اللي انا بقى لا يا رشاة طب انا هستخدمه الزاد انا هنقي دور ميه ايه 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 انت مش مستنين انا اقولك ان النعمة ما بتتغسلش يا غالية. اه بيتساب كده على منظره دوت. فما ينفعش ان انا دلوقتي بقى وانا قاعدة ان انا استخدمه ولسه الزحفران ما نزلش بقى الحاجات الفوائد الامر اللي هو فيها. فحضرتك سيبيه كده بتركنيه يوم او يومين. لما الزحفران ينزل بقى كل الفوائد اللي هي موجودة فيه في الجل الصبار بقى والجلسرين والاا والسمسم والزيت الورد والامر ده. وتبدأت استخدميه بعد يوم او بعد يومين. لكل حاجة زي ما قلتلك في بشرتك. عايزة تحطي على الهلات حطي يا غالية. لا ده انا عايزة حطي يا رشا على الكلف حطي. اصار جروح حطي عليها. بس تخدمه قد ايه? بتستخدميه مرتين تلاتة في اليوم زي ما انت عايزة تحطش. مفيش منه اي اضرار. بل بالعكس النتيجة بتاعته فوق الخيال. بص الامر. بص الجمال. تخيالي بقى كده يعني اللي هو هو انا بس برفعها لك عشان اقولك ان الزحفران مش قليل. ده هما الحابة اللي احنا عملناهم. اللي هو زي ايه? اهو كده. بينفش كده. اللي هو لأ كده امر قوي فعشان كده بقولك ما تكتريش اكتر من كده. يعني عيني التاني نعمل بحاجات تانية فاعم عليا? تمام? تمام. بس تخدمه ازاي يا رشا? هقولك يا نور عيني هتستخدميه ازاي? اظن بقى ان احنا عاملين حاجة هي حلوة ومتكلفة. صحيح ما كلفناش حاجة. يا كل الليلة ان انت هتجيب علبة زحفران تمن كسين بمعنى صح مش هيكلفوك حاجة. تمام? بس تمن كسين شبس والله حرفية مش هيكلفوك حاجة بس النتائج بتاعته موزهلة. ما تروحيش بقى تقول انا جبت السرم الفلاني. ده اشتريت مش عارفة كريم ايه مستورد. ده انا روحت مش عارفة عملت وصفة ايه. ده انا خدت كولاجين ايه. اللي هو ده كده حاجة من الاخر بمعنى اصح. فحضرتك تستخدميها بقى كما يجب ان يكون. ما ينفحش بشريتي تكون طول النهار عرقنا. ما ينفحش تكون بشريتي فيها اتقربة راجع من الشارع. واروح واخد الوصفة الامر دي واقول يلا بقى ده انا هحط على وشي دراشة قالت بتعمل وبتعمل وجلب الحبيب ورد المطلق. حضرتك لازم تخسلي وشك مرة واتنين وتلاتة وتنظفيلي بشريتك حلوة قوي. تمام? تمام. بعد كده يا نور عيني هتجيبي قطنة وتحطيلي فيها حبة ميت ورد وتمشيها على بشرتك. نظفيلي البشرة وفتحيلي مسام البشرة عشان الامر ده لما ييجي عليه يبقى معايا تخفة جدا. باخد كده تلعت معاك واحدة زي كده حضرتك سيبيها اللي هوا الزحفران ما يترميش مش مسلا انا هاخد معلقة دي حطها فاخد ده انا ايه ورميه وحياط ربنا ما هسامحك يا شيخ ما هسامحك زي زي ما انا مش هسامحك دلوقتي لما كنتش حطي لايك وتعليق. لايك وتعليقات بقى يا جماعة اللي عليكم. تمام? فتغدي وترفع حتى كده سيبي دي كده على وشك كده تغدي كده تمام? دي كده سيب مسلا وكده تسيبيها زي ما انا سيبها دلوقتي وكده ماشي على بشرتك. حلو كده حلو. مسحت بمية ورد ورفحته على بشرتك حضرتك تسيبيه اطول فترة ممكنة. الناس اللي عندها فوبيا بعد خمس دقيق اخسل بعد عشر دقيق اخسل النعمة يا بنتي ما بتتغسلش. سيبي بشرتك تتشرب كل الامر ده جل الصبار اللي هو اصلا البشرة. آآ زيت الورد تفتيح فوري. زيت السمسم بيجدد لخلايا البشرة من اول وجديد. الزحفران اصلا رقم واحد في تجديد خلايا البشرة وازالة الكلف وازالة النمش وازالة حب الشباب. وحاجة كده سيدلية حرفية موجودة في الزحفران. فحضرتك بتسيب الجمال ده وتعالى بشرتك او كتر فترة ممكنة. بعد كده لا يا رشد انا مسلا خلاص نازلة دلوقتي الشارع او راح اشغلي او 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 خلاص مفيش مشكلة اتخذي شوية مية بقى كده وبتروحي شطفة بيهم وشك. اعمليها مرة. اعمليها مرتين في اليوم مفيش مشكلة تلاتة اوكي. اي حد من صحابك لوجه الله كده بينك وبين نفسك. اي حد من صحابك ولا دي صحابك جرانك اي حد عنده في ايده مسلا او في جسمه ايا كان يعيني مسلا اثار حرق. او كانت حبيبتي والله اسمها ايه عمر عبد الرقوف معنا على القناة كانت دائما بتسألني على حاجة الاثار الحرق. كريم ده رهيب جدا. حد عندك عنده اثار حرق. حد عندك عنده اثار خياطة. حد لسه عامل عملية. كل دي حاجات بتزعج جدا. فيعني ساعد الناس دي وشايرين لهم الفيديو دوت على الواتساب او على الفيس زي ما انتي حاوسة. من الحاجات اللي انا اتمنى يعني في حاجات كده زي ملتلي قبل كده اللي انا ايه باعد اقول لك اعمليها. اعرف يا لأ يا بنت اعمل يا بنت اتندمي. اه هو ده حرفيا. زي زيت الموز كده اللي احنا عملته انا وبشمهند السيف. لأ اللي انا بقولك تاني اعملي زيت الموز اللي انا عملته انا وبشمهند السيف. اعملي زيت الموز اللي انا عملته انا وبشمهند السيف لاني حرفيا هيخلي شعرك حرير. انا عملتلكو زيت الموز العادي وقلته في شعر. الاخران اللي انا عمله انا وبشمهند السيف عاملين طرقتين في الفيديو. حاجة كده كنبلة للشعر. ده برضو يا غالية بقولك اعمليه. وبتك على كلمة عمي بتك عليها او بتك عسين بتك على كلمة عمي لي والله العظيم يا بنتي هيود بشرتك في ناحية تانية خالص البشرة الوجه الشاح بالمسفرر الل 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 لأ كل ده هيروح تماما بالخلطة الجبارة الامر اللي معانا دي وعملي زي ما انا عملت كده تلات معالق اشتغل بتلات معالق من الجل الصبار وحط عليهم ولما يخلص نعمل تاني فاهم علي نسيبه يعاد تقوي نستخدمه لبشرتنا طبعا لو حضرتك اثار حرق او اثار خياطة مش سحر هو وشعوزة اللي انا هستخدمه النهار ده ايه ده ده انا مرة اتنين تلاتة بقالي واسبوع باستخدم ايه ده ده ما جابش نتيجة لأ ده رشال وصفة بتاعتها دي مش حلو مش هنهزر انت عارفة كويس اني اه الحاجات بتاعت الخياطة والحاجات بتاعة الحرق اللي هي بتبقى محتاجة تجديد للبشرة بتاخد معانا وقت كريم المعروف اللي بيشيل الاثار الحاجات دي اللي موجود في الصيدلية بكمس ومية جنيه ما بيقولكش انا من اول يوم ده بيقولك تخلصي العلبة الانبوبة وتجيب انبوبة تانية وهكذا فحضرتك اه هياخد منك وقت شوية طبعا على حسب الحرق في فرق لما الحق الحرق من اوله وفي فرق فرق لما سيب الحرق فترة طويلة الخياطة مسلا لأ دينا لسه الجرحم خياطة قريب وفي فرق لأ دينا مسلا جرح خياطة بقاله خمستاشر عشرين سنة فاهم علي ومش كل حرق برضو يعني انا الحرق اللي كان في ايدي ده ليه طول طول لان انا اتحرقت حرق بعد ما اتحرقت حرق ربنا ما يوريكوا ايدي اتخبطت اتخبطت في حديد كده فراحة دخلة كمان واكلة اللحم عشان كده كم يوم كنت بطلع لكم ايدي متغطية لان لو فعلا كنت شفت شكل ايدي ساعتها ده الناس شافوا شكل ايدي في الفيديو بتاع الاي شادو اللي انا لسه عامله لكم من اسبوع الناس اتخضوا من المنظر يعني انا كنت بغطيها المنديل عشان ما حدش يشوف ويشمقز ويتعب نفسيا لان انا عارف ان كنتوا بيتخافوا علي وزي اخواتي ربنا يخليوكم لي يا رب الناس تعبوا وكانوا هبعاياتوا علي كده واحدة بحتالي عن وسنجر بتاعي حرفيا ان انا المنديل زي نزل شواء انا بصور فبان شكل الصبع يعني كان صعب فبتقول لي يا حاببتي ويا بنتي وياه وعمل قلت لها ده كده حضرتك خف ده انا كده فترة النقاها وخلاص خفيت اللي هو كان حرق وبعد الحرق انا ما حفزتش عليه بقى طوله النار عن ملايينة وبعمل وصفات على النار وا 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 فراحت ايدي اتخبطت دخلت فالحديد دخل خد اللحمة فعشان كده الدنيا بزت معي في اسبوع ده فحضرتك فيه فرق لما انا اكون عندي حرق فالحقت الحرق في اوله فيه فرق لما اكوني زي اختي كراشا كده لا ده انا كسلانة او مهملة فرقحت في ايديك جرح بعميك ده جرح وصل للحب فده بيحتاج معانا وقت شوية فيه فرق لأ ده انا محروقة من عشر سنين برضو بياخد معانا وقت شوية لأ ده انا لسه من اسبوع لأ ده ان شاء الله يروح بسرعة وهكذا عشان بس ما حدش يقول ايه ده انا استخدمت اسبوع مجابش نتيجة ابطل بقى والله يا بنت ما تليقى احسن من كده يعني ده كده اللي هو من من الاخر هيقضي معاك على كل حاجة بس يقضي كل حاجة وقتها اه مسلا لو عندي تجعيدة عندي مسام واسع الحاجات دي خلال اسبوع هيفور لك الليلة لكن عندي كلف بقى له مية سنة عندي سمرارة عندي كزا اصبري عليه وفعلا نتيجة فوق الخيال هتمنى تجربوا الوصفة يا احلى امارات طبعا لو انت درت بالك الحبة اللي انا عادت اكلمكم فيها عن الطريقة والكلام ده بيبدأ زي لونه غير اهو وهو تحسيه اصلا زي زي تحسي كده بينفش يعني احنا لما خدنا من العلبة كان ايه زي دي كده كان الصوننة بيبدأ ينفش بقى فاهم علي فاهمين علي فاهمين علي يا ولاد اهو امر امر باللون البرونز ده جربوه هيعجبكم جدا واي حاجة فيها منفع عليكم هتلون على طول طلحت وقلتها لكم تعليقات بالله عليكم كتير شيرولوا صحابكم الفيديو ده لان الفيديو ده حقيقي مهمة قوي وهسيبلك في اول تعليق الملفات بتاعت القناة بص عليها اختم الفيديو والصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته